أسبوعان على الحراك الفلسطيني في القدس والضفة الغربية أسبوعان يحاول الفلسطينيون فيهما إحداث فرق بالسلاح الأبيض والحجارة لكن الشرطة الإسرائيلية ترد بالرصاص والقنابل والمستوطنون تارة بالسلاح وأخرى بالطعن التطورات في الضفة الغربية وتحديدا في القدس الشرقية استدعت اجتماعا للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أتبعه بسلسلة إجراءات إضافية لتضييق الخناق على الفلسطينيين السمح للشرطة بإغلاق أو فرض حظر تجول في أحياء بالقدس في حال حدوث احتكاكات أو تحريض على العنف هدموا منازل الفلسطينيين المشتبه بتورطهم في أعمال العنف إلى جانب ذلك عدم السماح بأي بناء جديد في المنطقة المعنية ومصادرة أملاك الفلسطينيين المشاركين في الحراك كذلك سحب ترخيص الإقامة في إسرائيل هذه القرارات فوضت الشرطة بتقييم الوضع واتخاذ التدابير اللازمة وهي إجراءات ستشمل أكثر المناطق توترا بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية صور باهر، جبل المكبر، وسلوان، والطور، والعيسوية، ومخيم شعفات، وشعفات البلدة، وبيت حنينة التي دخلت مؤخرا على خط الاشتباكات إعادة الهدوء للقدس الشرقية والضفة هدف تذرع نتنياهو به من أجل تبرير هذه الإجراءات التي تصل حد التعسف